اشتركوا في القناة هذا الباب باب الاشارة والنص على الامام الحسن ابن علي عليهم السلام بعد ان اخذنا النصوص التي كانت تؤكد على امامة امير المؤمنين واشرنا ان ما جاء هنا من النصوص باعتبار انه النص الواحد هو حجة علينا من هذا الباب للتبرك جاء ببعض النصوص ومن اراد ان يستوفي النصوص فعليه ان يراجع كتاب اثبات الهدات كما ذكرنا في اليومين السابقين في هذا الباب باب الاشارة والنص على الحسن ابن علي عليهم السلام الحديث الاول علي ابن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم ابن عمر اليماني عن عمر ابن اذينة وعمر ابن اذينة عن ابان عن سليم ابن قيس او سليم ابن قيس قال شهدت وصية السند صحيح السند هذا قال شهدت وصية امير المؤمنين عليه السلام حين اوصى الى ابنه الحسن وكما تعلمون قلنا لان نشترط العصمة والعلم الالهي العلم بكتاب الله فلذا العصمة والعلم بكتاب الله امران خفيان لا يعرفان الا بالناس فلذا من شروط الامام عندنا الناس من قبل الامام السابق على الامام اللاحق واشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته واهل بيته امير المؤمنين اشهد هؤلاء على وصيته بان اوصى الى الامام الحسن ثم دفع اليه الكتاب والسلاح وقال لابنه الحسن يا بني امرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان اوصي اليك فاذن هذا الامر وصي من رسول الله صلى الله عليه وآله وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما اوصى الي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع الي كتبه وسلاحه وامرني ان امرك اذا حضرك الموت ان تدفعها الى اخيك الحسن ثم اقبل على ابنه الحسين الى اخيك الحسين ثم اقبل على ابنه الحسين فقال وامر وامرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعها اي مواريث النبوة اي الكتب اي السلاح الى ابنك هذا وكان علي بن الحسين عمر على قول عمره سنتان وعلى قول اربع سنين ثم اخذ بيدي علي بن الحسين وقال لعلي بن الحسين وامرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعها الى ابنك محمد بن علي وقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام فهكذا الامامة تتعين بالوصية من قبل المعصوم والامام السابق على الامام اللاحق الحديث رقم ستة لاحظتوه الحسين ابن الحسن الحسني رفعه ومحمد بن الحسن عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر رفعه قال وهذا كما هو موجود في الكافي موجود أيضا في نهج البلاغ الشريف عن الأحمر رفعه قال لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام حفى به العواد أو حفى به العواد جاءه يعودونه حفوا به قاعدين داير مدايرا وقيل يا أمير المؤمنين وقيل له يا أمير المؤمنين أوصي وصينا فالشيء خلين اسمع يا آخر أيامك آخر حياتك فقال ثنولي وسادة خلي أتكي عليها أقعد حتى أقدر أحكي وياكم أنا ومتمدد نايم إذا أحكي إنسان من يتمدد وينام ويحكي غير من يقعد من يقعد يواجههم يتكلم وهيبته تملأهم ثم قال الحمد لله حق قدره متبعين أمره متبعين أمره سدرة المنتهى فوقف جبرايل فزج بي في النور زجه وفي بعض الأحاديث فزخ بي في النور زخه فوصلت إلى مقام قاب قوسين أو أدنى فنادان الله عز وجل أن صلي ركعتين صلى في كل سماء مثنى مثنى وصل هناك شنو شلون كذا ما ندري على شنو وقاف على كذا لا يعلم ذلك التفاصيل إلا الله عز وجل قال فقال لي يا أحمد اقرأ في الأولى قل هو الله أحد التوحيد الإخلاص وقرأ في الثانية إنا أنزلناه إحنا بالعكس إحنا الآن مستحب علينا أول نقرأ إنا أنزلناه بعدين قل هو الله قال فصليت وسلم فقال لي يا أحمد أتعلم لما أمرتك أن تقرأ قل هو الله أحد في الأولى وفي الثانية إنا أنزلناه قال ربي أعلم بذلك قال هذه السورة قل هو الله أحد نسبتي وتلك السورة نسبة أهل بيتك نسبتك ونسبة أهل بيتك الجنسية مالتي هذه الانتساب مالتي هذا بطاقة التعريف والهوية هذه بطاقة التعريف والهوية مالتك هذه لاحظت فيقول ولا إله إلا الله الواحد والأحد والصمت كما انتسب كما ربنا جل وعلا ذكره الانتساب مالتي أيها الناس كل مرء لاق ما بل في فراره ما منه يثر شوف اشقد تعابير عظيمة جميلة كل مرء لاق في فراره ما منه يثر عادة احنا في فرارنا وان نوصل الى الموت فرارنا يوصلنا للموت جميل لا تلتذون بالتعبير ولا والأجل لا مساق النفس اليه يعني يسوق النفس اليه الى ذلك الامر منتهى الناس يشردون من الموت انا كنت ابحث عن الموت انا كنت ادور للموت ستدور بيا مشكل الموت موجود حتى اوصل بشنو الموت موجود حتى انا اصل اليه اضطرت الايام ابحث ها عن مكنون هذا الامر فاب الله عز ذكره الا اخفاءه انا شتدور عليه الله كان يخفي الموت كان يشرد مني انا شترك ورا هيهات علم مكنون مكنون شيء اللي في شيء يكن ينظم لعليه حرز هذه كلمات قالها هم شنو قالوا لي طلبوا الوصية فبدأ اما وصيتي فألا تشركوا بالله جلث ناؤه شيئا آية الأول وهذا أمر عظيم أن لا يشرك الإنسان أن يتخلص من الشرك الخفي والجلي ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته فأوصاهم بالتوحيد وبالنبوة بالتوحيد ولوازم التوحيد وبالنبوة ولوازم النبوة أقيموا هذين العودين وأوقدوا هذين المصباحين أو العمود هنا كاتب عودين عمودين هم أصح وخلاكم ذم أو ذم ما لم تشردوا تشردوا يعني لا خلاكم ذم يعني يخلوكم الذم يعني لا ذم عليكم ما لم تشردوا إذا ما تركون تكاليفكم ما عليكم ذم حمل خففة صاحبكم وياكم أمشي أروح وأجي الآن وتمدد على فراش الموت أنا وأنا اليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم بكره مرايح إن تثبت الوطأ مكان الرجل إذا ثبتت في هذه المزلة فذاك المراد هنا مزلة الأقدام إذا قدرت برجليك حيلة تدقها بالقاع تصير وطأ تثبت فذاك المراد هو هذا لأن اللي يثبت هنا يثبت على الصراط وإن تضحض القدم تزلق تروح فإنا لله وإنا إليه راجعون فإنا كنا في أفياء أغصان إحنا وياكم وين أشجار وأغصان وقاعدين بالفي وذرى رياح في مهب الرياح وتحت ظل غمامة إذ محل في الجو متلفقها الغيوم شون يصير الغيوم ومدفع وحده إذا واحد يركب طائرة فوق البحر يشوف فالشي عجيب أنا شفت في فوق البحر لما الطائرة أول ما طارت في سنة من السنين في كراشي كنا طارت الطائرة من كراشي على البحر شفت عجيب يشلون هذا البحر بخار بخار ده يصعد منه وكيلومترات طويل البخار ده يصعد من تمشي الطائرة يشوف هذا اللي يصعد قبل ساعة لي ونواصل هذا اللي يستود يصعد الشكل يعني يشوف من البحار متدرج إلى أعالي السماء شلون يصير يجي شوية 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 ريح تضرب منها يداخل 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 يتكاثف يتلفق فيقول اضمحال راح هذا المتلفق اللي كان مشكل فيعلينا وظل مشكل علينا انتهى وعفا في الأرض ما خطها مكان اللي يحطون خط على الأرض بعد فترة الرياح ما ادخل لهذا الخاط ينتهي هذا ما يبقى فرد تعفى الرسوم الأطلال الكذا بعد فترة وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما لاحظت روحي موياكم كانت روحي متصل بالله عز وجل ومتعلقة بالله بدني كان مجاوركم وستعقبون مني جثة خلاء خالية من الروح باشر عشفون جثتي خالية من الروح ساكنة بعد حركة وكاظمة بعد نطق ليعظكم هدوي وخفوت أطراقي وسكون أطرافي خليكون لكم نعمة الواعظ أنا فرد يوم شنة أمشي والناس دائر مدائري وشنة أحرك أطرافي وأحارب وكذا الآن رح يشوفون ساكن الأطراف فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ إذا تردون تتعظون بهذا يعني اتعاضكم بالرؤية أقوى من اتعاضكم بالسماع لأن دشوفون دشوفون هذا وراح غير اللي واحد يحكي لكم ما رائن كمن سمع السامع مو مثل اللي شاف ودعتكم وداع مرصد للتلاقي فرد يوم نرصده يوم ننتظر نتلاقي غدا ترون أيامي أنا شنة وياكم ما تجد تتحسون بيا أروح وأجي ما تحسون بيا ما تفهمون هذا أمير المؤمنين معكم ما تفهمون هذا ولي الله الأعظم معكم ما تفهمون تستفيدون منه باشر أكبر من أروح من يبكم وين الخطاب وين المواعظ وين الكلمات وغدا ترون أيامي أنا وياكم ما تجد تشوفون زيا ما تجد تتعرفون قدري ويكشف الله عز وجل عن سرائري البواطن اللي شنت أفيدكم بيها ما تجد تفهموها وتعرفوني بعد خلو مكاني لما أروح منها تعرفوني وقيام غيري مقامي إن أبقى تتشوفوني أنا الآن على فراش الموت إن أبقى فأنا ولي ودمي أنا أعرف أصرف ويهذا المجرم وإن أثنى فالفناء معادي وإن أعفو فالعفو لي قرب ولكم حسن فاعفو واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فيا لها حسرة على كل ذي غفلة اللي غافل نتيجة الغفلة شنو حسرة أن يكون عمره عليه حجة أو تؤديه أيامه إلى شقوة شقاء ينتهي جعلنا الله وإياكم ممن لا يقصر به عن طاعة الله رغبة أو تحل به بعد الموت نقمة فإنما نحن له وبه ثم أقبل على الحسن فقال يا بني ضربه مكان ضربه ولا تأثم إذا تضرب ضربه ضربه ما عليك إثم ما في ذلك إثم هذا حقك هذا البعض فهم أنه ضربة مكان ضربه ولا تأثم مو ولا تأثم مو لسوي إثم ولا يفعل الإثم ولا تأثم إن زدت يعني لاحظت هذا إخبار مو إنشاء ولا تأثم يعني ولا تضرب ضربه بضربه ولا تأثم إذا تريد تزيدها ما عليك إثم أنت أنت ولي الدم لاحظت هذا ما يرتبط بهذه الكلمات حقيقة كلمات رائعة راقية تحرك مش لهم بليغة في منتهى البلاغة بعد رب البلاغة ماك فوقها بلاغة هذه وهذه الكلمات عظيمة جدا باب هذا الباب كان باب الإشارة على الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام الآن هذا الباب الآخر باب الإشارة والنص على الإمام الحسين بن علي عليهم الصلاة وأزكى السلام أكوة وقتها علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح وعدة من أصحابنا عن ابن زياد يعني سهل عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون بن الجاهم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الإمام الباقر صلى الله عليه لما حضر الحسن بن علي الوفا لما حضرته الوفا قال للحسين يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها إذا أنا ميت فهيئني ووجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا ثم اصرفني إلى أمي وديني إلى أمي ثم ردني فادفني بالبقيع يتبين من هذا أن السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام مو بالبقيع ثم ردني إلى البقيع رجعني بالبقيع خذني إلى رسول الله خذني إلى أمي بعدين وديني للبقيع واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها وعداوتها لله ولرسوله وعداوتها لنا أهل البيت يعني من النواصب الإمام ده يخبر أنها من النواصب والعجب العجاب لمعضي الفقهاء يقول أن هؤلاء مون واصب لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قمض الحسن ووضع على السرير ثم انطلقوا به إلى مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يصلي فيه على الجنائز فصلى عليه الحسين عليه السلام وحمل وادخل إلى المسجد فلما أوقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب ذو العوينين إلى عائشة فقال لها إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفنوه مع النبي صلى الله عليه وآله فخرجت مبادرة على بغل بسرج فكانت أول ركبت في الإسلام سرجن فقالت نح ابنكم عن بيتي ذو العوينين جاسوس ما كاتبين اسم منه هو جاسوسها فإنه لا يدفن في بيتي في بيتي ويهتك على رسول الله حجابه عجيب عجيب كل العجب فقال لها الحسين قديما هتكتي أنتي وأبوك حجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وَأَدْخَلْتِ الحسن بن علي الوفا قال يا قنبر الإمام الحسن يكلم قنبر قال يا قنبر انظر هل ترى من وراء بابك مؤمنا من غير آل محمد صلى الله عليه وآله أكو واحد غيرنا أهل البيت فقال الله تعالى ورسوله وابن رسوله أعلم به مني قال أدع لي محمد بن علي من هو من الحنفية روح صح لو تعال فأتيته فلما دخلت عليه قال هل حدث إلا أخير شبيك جاي تركض ملهوف محمد الحنفية المن يقول قنبر قلت أجب أبا محمد فعجل على شسع نعله فلم يسوه بسرعة راديل بس نعال هذا لأصبع مال تعدل ما قدر وخرج معي يعد يركض فلما قام بين يديه سلم دخل على الإمام سلم فقال له الحسن بن علي اجلس فإنه ليس مثلك يغيب الآن لازم تكون تم وجود تسمع الوصية فإنه ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيى به الأموات ويموت به الأحياء عجيب كلام الأموات تحيى به الأحياء تموت به كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض أول من يطلع للظهور إلى المغرب يختلف أما علمت أن الله جعل ولد إبراهيم أئمه وفضل بعضهم على بعض وآتا داود زبورا وقد علمت بما استأثر به محمدا صلى الله عليه وآله يا محمد بن علي إني أخاف عليك الحسد دير بالك التمو معصوم ها إني أخاف عليك الحسد وإنما وصف الله به الكافرين فقال الله عز وجل كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أخاف عليك ولم يجعل الله عز وجل للشيطان عليك سلطانا أنت من الأولياء المقربين ألا أخبرك بما سمعت من أبيك فيك تدري أمير رؤوني شون شان يقول عنك شون شان يمدحك أنا سمعت الإمام العسن يقول أنا سمعت قال بلى قال سمعت أباك عليه السلام يقول يوم البصر من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محمدا ولدي يا محمد بن علي لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك يا محمد بن علي أما علمت أن الحسين بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من بعدي تدري ولا وعند الله جل اسمه في الكتاب الله مخلي إمام في كتابه وراثة من النبي صلى الله عليه وآله أضاف ها الله عز وجله في وراثة أبيه وأمه فعلم الله أنكم خيرة خلقه فاصطفى منكم محمدا صلى الله عليه وآله واختار محمد علي واختار ني علي بالإمام واخترت أنا الحسين وكل ذلك بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له محمد بن علي ابن الحنفية قال خليني أنا هم أحكي راح أطق أنا خليش ويا أتكلم لك أنا بل أنت إمام وأنت وسيلتي إلى محمد صلى الله عليه وآله أنا هذا معتقدي والله لوددت أن نفسي ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الكلام أتمنيت أموت قبل ما تهجي هذا ألا وإن في رأسي كلاما لا تنزفه الدلاء ولا تغيره نغمة الرياح كالكتاب المعجم في الرق المنمنم أهم بإبدائه أريد أحكي بي فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب المنزل شفتك قبل تكلمت به هاي اللي أنت أنا عقيدتي هاي أنت أبدية مولاي أو ما جاءت به الرسل وإنه لكلام يكل به لسان الناطق ويد الكاتب حتى لا يجد قلما ولا يؤتو بالقرطاس حمما فلا يبلغ إلى فضلك وكذلك يجزي الله المحسنين ولا قوة إلا بالله هذا اعتقادي فيك هم هم الحسين عليه السلام إذا قل لك اعتقادي شنو بالحسين الحسين يعني بعدك الحسين أعلمنا علما وأثقلنا حلما وأقربنا من رسول الله رحما صلى الله عليه وآله كان فقيها قبل أن يخلاق شيء عجيب هذا وقرأ الوحي قبل أن ينطق قبل ما جبرئ لاتكلم وقراه ولو علم الله في أحد خيرا مصطفى محمدا صلى الله عليه وآله فلما اختار الله محمدا واختار محمد عليا واختارك علي إماما واخترت الحسين سلمنا ورضينا من هو بغيره يرضى ومن غيره كنا نسلم به من مشكلات أمرنا أكو واحد أفضل منا نلتج إليه الحسين ملجأنا لاحظت هذا المعنى كملة إذن يأتي الباقي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين